هل اللي بيحصل في الصلاة التدريب او الصلاة الرياضية اللي هي الجيم ده بيكون نتيجة التدريبات الزائدة او الحاجات دي لان الواحد ابتدى يشوف قطاع كده من الشباب وحتى موضوع بيبدأ من سن المراقة ان هم بيتمرنوا مش عايز اقول بعنف بس بغل يعني بيتمرنوا مش بفكرة الحفاظ على الصحة او انه من اجل الحصول على الياقة بدنية كويسة تخليك تعيش حياتك كويس لا بيبقى فيه زي ما يكون تفريغ طاقات فهل الجهد الزائد ده خطر على عضلة القلب او على كهرابة القلب الحقيقة لا هو مش خطر ولا حاجة لان يعني فيه قطاع كبير او من الشباب بيضربوا رياضات مختلفة بقوة مختلفة صح فمش بالضرورة يكون ده السبب لكن بيكون هم عندهم علة في القلب ما كانتش مكتشفة قبل كده وبيصادف ان هو يعني يحصل له هذا الحدث في هذا التوقيت في هذا المجهود والحقيقة برضو يعني اهم حاجة محمد احترام الاعراض لازم ده اهم حاجة هو ده حل اللغز وهو ده المفتاح ان يكون عندك عرض تعال كشف فيه مشكلة تعال شوف ولا تستمع الا لاصحاب التخصص يعني للأسف الواحد يلاقي عنده اي مشكلة صغيرة في بادئها صغيرة وحلها في الاول صغير يسمع من زميل اللي ولا حاجة يقول له ده بردم التكييف ده يقول له لا ده عشان انت شلت زيادة لا ده انت خدت بروتين زيادة كلام ليس له اساس من الصحة بالزبط كان فبالتالي لما يهمل ويتجاهل والموضوع بيكبر معامع الوقت ويكون حله اصعب من انه كان اكتشفه في الاول وعالجه من الاول فبالتالي بنقول للناس دايما يا راجل ده انت عربيتك بتوديه الصيانة كل عشر تلاف كيلو صحتك اهم واولى فلما يكون فيه اي اعراض شوف شيك اسأل استشير بحيث لو لا قدر الله طلع فيه حاجة اديكت شخصت وتعليكت بادري مفيش حاجة تطمنت ويعمل المجود اللي انت عايز